قدمت جمهورية الصين الشعبية لوزارة الصحة في جمهورية العربية السورية مستلزمات طبية للتسطيل فيروس كورونا في إطار تعزيز العلاقة وتمتين الصداقة بين البلدين بالتأكيد عندما يكون هناك عقوبات على سوريا تمنع وصول التجهيزات، تمنع وصول قطع الغيار، تمنع وصول المواد المخبرية هذا كله يؤثر على تقديم خدمة الصحية ولكن من الله الحمد بوجود الدول الصديقة ووجود الخطط البديلة لدى الحكومة السورية لتأمين هذه الاحتياجات يتم العمل على تلافي هذه العوائق والصعوبات وكلنا يعلم من أن من الله الحمد في سوريا استطعنا أن نصدى لوباء فيروس كورونا كوبي 19 من خلال كوادرنا الصحية ومنشآتنا الصحية فبالتالي يدينا العدد ما يزال ولله الحمد ضمن الأعداد المقبولة من عدد المصابين ويدينا أيضا حالات شفاء لا يستهان بها وإذا كله يعود أيضا إلى الكوادر الطبية تفانى في تقديم هذه الخدمة الطبية إلى مسعقها طبعا المساعدات الطبية منذ البداية قدمنا مرأة وباسم الحكومة بأشرين الشخص لتقم الاختبار النووي ومساعدات الأخرى دفع أخرى ما زالت في طريق ستصل إلى سوريا بعد أسبوع وطبعا بعد اندلاع الوباء في سوريا هناك كثير من التبادل المساعدات المدى ومعنوي لذلك سنستمير مع أن الوباء في سوريا لباس به لكن لم ننتهي من هذه المعركة فالصين ستقدم كل ما في أسعه من المساعدات الطبية تتضمن المساعدات ملابس وقية للكوادر الطبية ومواد تعقيم وأجهزة لقياس الحرارة وهناك أيضا مساعدات قدمة من جمهورية الصين الشعبية لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا